بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفرق ما بين الشارد بريفرنس والإنكريبتد شارد بريفرنس طيب الاتنين عبارة عن ميكانيزم آلية بتستخدم في الأندرويد عشان أقدر أخزن بها داتا عن طريق كي وفاليو بيرز بيرسستنتلي بيختلفوا من حيث الحماية ومستوى الحماية أول نوع من حيث الحماية بيخزن الديتا بتاعتك البيانات بتاعتك جوه إيه؟ جوه ملف XML يعني انت بعد ما بتقول تاخد من وتخزن في مثلا اليوزر نيم بكزا حلو؟ بياخد البيانات دي ويخزنها في ملف XML على الجهاز نفسه يعني ده ملائم لبيانات بسيطة جدا حلو؟ عايز تخزن داتا بس حاجات آآ بسيطة البيانات اللي انت بتخزنها بتتخزن في عادي جدا يعني بتخزن زي ما هي ما بتتشفارش بتفضل بنفس كتابتها فما نفعش تخزن بيانات حساسة جوه حلو؟ ليه؟ لانها كان بي تقدر اي حد يقدر يوصل لها لو الجهاز بتاعك حصل له حلو؟ او لو اي حصل على الجهاز او الجهاز بتاعي طيب من حيث الاستخدام مناسبة عشان تخزن يعني بيانات غير حساسة بيانات عادية جدا زي مسلا اسم اليوزر بتاعه الفرست نيم اللاست نيم اه الجندر وهكزا بيانات عادية خالص عايز تكيش داتا عايز تكيش حاجة بس الحاجة اللا هتكيشها دي ما تكونش بيانات او معلومات مهمة ما ينفعش تتسيري طيب مثال على بتاخد اوبجيكت من الشيرد بريفرنس ويه اه بتبصيله الابريفرنس ويه بتاعك وبعد كده بتاخد اوبجيكت من الشيرد بريفرنس دوت ايديتور ويه اه بتبوت سترينج عن طريق ايه عن طريق كي وفاليو الكي بتاعك عبارة عن ايه يوزر نيم والفاليو بتحط القيمة اللي انت عايزها وبعد كده بتقول ايديتور دوت وبتقدر تجيت القيمة دي اه مطرح ما انت اه محتاجها حلو طيب ده اول نوع اللي هو الشيرد بريفرنس طيب تاني نوع من حيث هو طبعا ليه حماية وامان عن الشيرد بريفرنس العادي الانكريبتد شيرد بريفرنس انتردوست اه اتقدم في اندرويد جيت باك حل بروفايد زاوي بيديك طريقة انك تقدر تانكريبت الشيرد بريفرنس داتا البيانات اللي خزنتها في الشيرد بريفرنس بيعمل ايه بيانكريبت الستورد داتا بي بيشفر البيانات اللي انت خزنتها باستخدام ماستر كي بيحصل له جينريشن وي بيمنجد بايزة اندرويد بيتم ادارته عن طريق الاندرويد كي ستور ده زود اضافية حلو يعني طبقة اضافية من من الحماية والامان للداتا بتاعتك خلها اصعب على اللي بيهاجم او بيحاول البيانات الهساسة طيب من حيث ينبغي عليك انك تستخدمه امتى لما تيجي تخزن بيانات حساسة زي ايه زي بتاعت اليوزر حلو زي التوكن مسلا هتاخد التوكن وتبعته في بتاعتك او اي ازار ديتا زات اي بيانات تانية محتاج تحميها من يعني الوصول غير المشروع لها حلو مثال هتاخد اه اوبجيكت من وهتقول بيساوي وهتكريت بتاعك حلو وبعد كده هتعرف اه في اه انواع كتير من ضمنهم اه 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 في كزا بيستخدم في اه حسب الالجوريزم اللي انت اه محتاجه في الكيس بتاعتك حلو وبعد كده هتخزن اه وليكن وهتحط لو جيت بصيت على الملف اه اللي تخزن في ال البيانات دي او للباسورد ده هتلاقيه اه متشفر اه مش مفهوم اه اصلا حلو طيب وتقدر تعمل بعد كده اه انك تعيد اه اه التشفير ده لاصله للاوريجنال فباختصار ده مناسب انك تستور تخزن داتا بيانات غير حساسة مش في دماغك في اه الديتا اللي هتخزنها او هتكيشها دي ينبغي عليك انك تستخدمه لو في بيانات بتتطلب انك تعمل لها تشفير عشان تحمي اه البيانات دي من الان اصوريز اكسز اولوز تشوز ابروشت ستورج ميكانيزم هتحدد الميكانيزم بتاعك حسب اه اه اللي مطلوبة في البروجيكت اللي جايلك حلو؟ المستوى المطلوب من الحماية في الكيس اللي انت محتاج تخزن فيها الداتا ده كان الفرق وشرح الفرق ما بين الشارد بريفرنس والانكريبتد شارد بريفرنس موسيقى